السلام عليكم في هذا الدرس سنتعلم كيفية تغيير اسم ويقونة التطبيق وكيفية تحويل التطبيق إلى IPK في البداية لو تذهب إلى ملف الاندرويد منفس نشوف بأنه عندي اللابل والآيكون في البداية اللابل اللي هو اسم التطبيق هو يأخذ من ملف السترينج في مكان أو في قيمة اسمها AppName لو تذهب إلى ملف السترينج تشوف بأنه AppName ومن ثم اسم التطبيق فهذا هو اسم التطبيق MyApp01 ممكن بهذا المكان تغير اسم التطبيق فعلى سيء مثال اسم التطبيق هو حسن كذلك نرجع مرة أخرى لملف الاندرويد منفس نشوف بأنه إيقونة التطبيق هو يأخذها من الميب ماب إيقونة اسمها IC Launcher الآن لو تذهب إلى الميب ماب هذا هو ملف الميب ماب تفتحها شو بأنه فعلا هناك إيقونة اسمها IC Launcher لو تفتح هذه الإيقونة نشوف بأنه فعلا هذه هي الإيقونة التي نفتحها في كل مرة يعني في كل مرة نشاهد هذه الإيقونة الخاصة بالتطبيق كيف نغير هذه الإيقونة؟ في الحقيقة الاندرويد يدعم ميزات كثيرة في الإيقونة الخاصة بتطبيقات الاندرويد بيختصار من الأب خيارات ومن ثم New ومن ثم تختار Image Assist هنا سيظهر لك خيارات كثيرة جدا في كيفية صناعة الإيقون الخاصة في التطبيق ممكن أن تكون الإيقون عبارة عن Text Text بمعنى عبارة عن نص فعلى سيء مثال هذا النص مثلا كلمة علي طبعا من هذا الحقل ممكن أن نغير نوع الخط فبالتالي نغير نوع الخط بهذا الشكل أوكي مثلا هذا الخط إذن ممكن تكون الإيقونة الخاصة بك هي إيقونة نصية بمعنى أنه عبارة عن كلمة معينة وممكن أن تختار نوع الخط من هذا المكان أوكي كذلك حتى ممكن تغير الحجم يعني حاليا ممكن تكبر كلمة علي ممكن تزغرها إلا ممكن أجعلها بهذا الحجم كذلك حتى لون الخط نشوفي أنه هو اللون الأسود فممكن أنه تغيره فأوكي تختار لون آخر فالآن مثلا ممكن أختار لون الأحمر بهذا الشكل أوكي هذا هو اللون الأحمر فممكن تختار مثلا هذا اللون وتكتب Choose أوكي هذا هو اللون قريب الأحمر يعني فهذا بالنسبة للنوع الأول من الإيقون النوع الثاني أنه تكون إيقون مخصصة ممكن يتيحها لك الأندرويد أيضا يعني حاليا لو تضغط على هذه الآيقون أوكي نشوفي أنه أعطاني خيارات بمجموعة كبيرة جدا من الآيقون فعلى سيء مثال مثلا هذه الآيقون تضغط أوكي نشوفي أنه يعطيك هذه الآيقون ممكن تغير اللون خاص بها أوكي ممكن أختار هذا اللون بهذا الشكل كذلك ممكن تكون الآيقون خاص بك هو صورة مخصصة يعني لو كان عندك صورة أنت خصصتها لإيقونة التطبيق فممكن أن نتضعها فأوكي من خلال هذا المكان تبحث عن مكان الصورة طبعا فنشوفي أنه أنا عندي مجموعة من الصور في هذا الملف أنا سأجل مثال هذه الصورة أضغط أوكي نشوفي أنه فعلا جلب هذه الصورة ممكن أغير الحجم الخاص بها أصبحت بهذا الشكل طبعا هذه إيقونة موجودة عبارة عن صورة عندي بالحاسبة فهذه ثلاث أنواع من الآيقون ممكن نستخدمها كذلك ممكن نغير الباكراون دير شوفي أنه دائما الباكراوند لاير هي باللون الأخضر فممكن نتغيرها ممكن تضع الباكراوند كالر أيضا عبارة عن إمج يعني تضع صورة خلفية لهذه الصورة أو ممكن تضع عبارة عن لون الآن تلاحظ بأنه تلقى يختار هذا اللون ممكن تختار مثلا لون آخر الآن ممكن أضعه بهذا اللون بهذا الشكل أوكي حاليا أصبحت هذه الإيقونة بهذا الشكل ممكن طبعا تعطيها اسم آخر حاليا هي AC لانتشار ممكن تعطيها أي اسم آخر تضغط Next ومن ثم نضغط على Finish نشوف بأنه بداخل الميب ماب موجود عندي الإي سي لانتشار فقط لو تفتح هذه الصورة فعلا هي الصورة التي صنعناها طبعا يعطيكها في مختلف الأحجام الآن المفروض بأنه لو تذهب إلى أندرويد منفست نشوف بأنه الآيكون يأخذها من الميب ماب من الإي سي لانتشار والإي سي لانتشار هي أصبحت عبارة عن هذه الصورة إذن الإيقونة الخاصة بالتطبيق هي هذي الآن لو نتحدث من هذا الكلام نضغط على البرنامج أوكي الآن نشوف بأنه انتهى من تنصيب هذا التطبيق على الجهاز تلاحظ الآن بأن هذا الجهاز اسمه حسن والإيقونة الخاصة بالتطبيق هي هذه الإيقونة أوكي الآن سأغلق هذه النافذة لنفترض الآن بأنه انتهينا من التطبيق بشكل نهائي كيف يمكن التحويل التطبيق الى IPK على اعتبار انه مثلا نحوله الى IPK ونرسل مثلا الى اصدقائنا لكي يجربوا التطبيق ويعطونا رأيهم بالتطبيق اكيد في الحقيقة اصلا انت كل مرضى عندما تضغط ران للبرنامج فهو اصلا سينشئ هذا الIPK لكن اين ستجد هذا الIPK لو غيرنا المسار من الاندرويد الى البروجيكت ومن ثم نذهب الى المي أب وان نذهب الى الاب ومن ثم الى البيلد ومن ثم الى الاوتبوت ومن ثم الى الIPK ومن ثم الى الديباك اذا هذا هو ملف الIPK الخاص بنا اذا مجرد انه ننسخ هذا الملف ونرسله الى الاخرين لكي يجربوا التطبيق طبعا ممكن حتى تصل لهذا المسار عن طريق الملفات الخاصة بك يعني حاليا انا خزنت المشاريع في ال-E هذه هي الاندرويد ستوديو بروجيكت ملف اسمه myapp01 ومن ثم تذهب الى الاب تذهب الى البيلد تذهب الى الاوتبوت ومن ثم الى الـ APK ومن ثم الى الديباك اذا هذا هو الملف الـ APK مجرد انه تنسخ مثلا ترسل عبر التليجرام اي جهاز اندرويد ينصب هذا التطبيق الى الـ APK يعني ما يعمر الى الابنامج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة